انتحوني في كيفية قراءة القرآن الكريم والاستماع من الأشرطة هل الأفضل الاستماع أم القراءة؟ جزاكم الله خيرا الأفضل القراءة الأفضل القراءة بأن القراءة عمل من الإنسان في أفضل على صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من شكاب الله فله حسنة والحسنة يعني أمثالها القراءة أفضل من الاستماع وليسيما الاستماع من الأشرطة إن إذا كان الإنسان بحاجة إلى الاستماع يكونه مشغولا عن القراءة أو لا يستطيع القراءة حان ظهر قلب أو لكون قراءته فيها خلل ويريد تصحيحها وتعديلها لما يسمعه من الأشبطة المسجل فيها قراءة جيدة هذا عمل لبس به تطلوب من الإنسان أن يحاول تعديل القراءة مهما أن كانه ذلك وتصحيحها وإذا جمع بين الأمرين بأن يقرأ تاره ويستمع تاره أخرى هذا أحسنت جزاكم الله خيرا وأحسنا إلىكم